موسيقى يعيد أطفال يقطنون قرية جبلية قرب الموصل تمثيل حقبة في التاريخ العراقي وتحديدا اتفاقية سايكس بيكو التي جرت العام 1916 وصولا إلى عالم الإرهاب العام 2016 بحيث يزور الأطفال ماضيهم علهم يفهمون حاضرهم لقد كانت تعمل لكي تعمل لكي أصبح حاضرهم في العراق وكبالي مع أطفالهم والحاجة والمساعدة والمشاعدة للتصوير كتابة التصوير للفكتين بسيطة مختلفة من المشاعدة لكن أيضاً من الترميز لإللسترد أحد أخصائر أخصائر الإراكي وعندما فرانسة وإنغلاد قمت بسرعة الإيمانية أولاً تعيشوا ليعبروا بقب ويقسموا الفرسي الإنجلز ليأخذ بيعتيرا سادلاينز هو محاكاة ساخرة للعالم الناضج وفضولية لمعرفة ردة فعل الأطفال وكيف يعيدون تفسير وقولبة التاريخ بما يتلاءم مع مخيلتهم وهذه ليست المرة الأولى التي يجول فيها المخرج على العالم ليوثق قصصاً معينة قصصاً معينة جميل أن يبصر ساندلاينز النور اليوم في حين ينتفض العراقيون في الساحات الفيلم القصير هذا فرصة مميزة لدخول العراق عبر الشاشة الكبيرة ومن وجهة نظر مختلفة وغير متحيزة سوى لبراءة الأطفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر